استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر الإقضابية اليوم وفدها جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بمجلس النواب الفرنسي برئاسة أمين سر جمعية الصداقة نائب إقليم الرين الأعلى سعادة النائب جان لوك رايترز وعدد من النواب ورجال الأعمال الفرنسيين وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين وقد رحب سموه برئيس وعضاء وفد جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بمجلس النواب الفرنسي مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية والتي تعززت بفضل زيارة جلالة الملك المفدى للجمهورية الفرنسية ولقائه بفخامة الرئيس الفرنسي والمسؤولين الفرنسيين في سبتمبر عام 2015 ونوه سموه بمستوى التعاون البرلماني القائم بين مجلس النواب ومجلس النواب الفرنسي في العديد من المجالات خاصة التي تتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التشريع والعمل البرلماني لما لمجلس النواب الفرنسي من خبرات كبيرة ومتميزة في هذا المجال شاكران سموه لوفد جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية ما يقوم به من جهد لتعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين الصديقين من جانبهم شكر رئيس وأعضاء وفد جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بمجلس النواب الفرنسي سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله وترحيبه مشيدين بالتجربة المرلمانية في مملكة البحرين حضر اللقاء سعادة النائب عبد الرحمن راشد بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاعي والأمن الوطني وسعادة السفير بيرنارد رينو فابر سفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحر ترجمة نانسي قنقر